بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين سيدنا ابو حمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين ان شاء الله هنبدأ في منهج الترمي التاني اول درس انجليزي منهج الجديد لكونيكت فور الوحدة السبعة الدرس الاول هنبدأ بمشيئة الله تعالى طبعا دي صورة الكتاب المطلوب مني في الوحدة دي ايه بالضبط عايز اعرفه انزل سيونت في الوحدة دي ايه ايه يا ترى مطلوب مني ليه النيل مهم اقرأ مقال عن النيل واعرف هو ليه النيل مهم المصر انا كمصري وكبعيش في بيئة جنبية النيل ليه النيل سو امبورتاند طبعا كلمة وي يعني لماذا مش جديدة علينا وقلنا ايجابتها بتبقى بيكوز اللي هي لانا بعد كده سو امبورتاند قلنا سو في شرح المنهج بتيجي قبل الصفة علشان تقول ايه مهم جدا تزود معناها شوية ليه النيل مهم جدا وهكذا طيب رقم اتنين استكشف واي برضو اعرف لنا ليه الناس بتعيش في بيئات مختلفة لماذا يعيش ليه ناس بتروح تعيش في الصحراء ليه في ناس عايشة جنب النيل ليه في ناس عايشة مثلا في البيئات الساحلية ليه ناس عايشة في البيئات الزراعية وهكذا وهكذا عايزين نعرف هو ليه اللي ناس بتحب تعيش في المدينة الصدي اللي ناس بتحب تعيش في الفيلج القرية في كل ده احنا عايزين نعرف اهم حاجة ان انا اتجاوب على كل الاسئلة دي من خلال نهايتي في نهاية الوحدة هنا بقى بيقول لتكلم عن الجيرة الحلتة اللي انت عايش فيها جيرانك وكانوا عاملين ازاي زمان ودلوقتي عاملين ازاي يعني عاوزني استخدم زمن الماضي عشان اعرف التحدث عن الجيرة اللي هما جيرانك في الماضي وفي الحاضر هتستخدم حاجة اسمها الافعال العادية والافعال الشزة او نقول عليها الافعال القياسية وغير القياسية في زمن الماضي طب ده زي ايه بص كده بلاي بلايد ده فعلي قياسي يعني ايه قياسي يعني ان انا استخدمت بلاي يلعب وحطت لها ايدي عشان احولها للماضي بلايد وهكذا كلين كليند فانشد فانشد ستارت ستارتد اه كل الافعال اللي بحطي لها ايدي عشان اجيب الماضي منها او دي بس اسمها افعال قياسية اما الافعال الغير قياسية دي بقى زي مثلا ايه زي سي يرى الماضي بقى صو رأى مجيبتش ايدي خالص بقى لان دي اسمها قياس غير قياسية او شازة جو يذهب وينت ذهب ايت يأكل ايت اكل وهكذا الصوتيات ذات المقطع الطويل بقى يعني الكلمات اللي فيها اصوات طويلة هنا بقى اللي هو حاجة تابعة الكسور عشان الاسمها وكده هنعرف برضو الحاجات دي في الرياضة الاول اقرأ بقى عن ايه عن ميموري عن مثلا اه زاكرة معينة تمام طيب اصوات طويلة بقى وايه اكتب عن الزكريات بتاعتك يعني قلنا حاجات في الماضي دي بقى صورة اليون السيفن القطة هنا بتقول المكان اللي انا عايشه فبيسألني بقى اعمل مناقشات بقى وكمان شير شير للك كلام ده انت تعرف المكان ده فين المكان ده مش باين عشان عارفه قال لي لا انا مش هايزك تعرف لي في اسكندرية ولا في غرداء ولا في شرم الشيخ خلا باسألك هل هو جنب البحر ولا جنب النيل اه المكان ده جنب الناح قريب من البحر ولا قريب من النيل تمام طيب طبعا هنقول له مسلا ان بقى بيتكلم عن نهر النيل وكده يبقى انت كده بتتكلم اكده عن النيل طيب اكتشف كم عدد الدول التي يجري فيها نهر النيل واتر زي وهم ايه كمان طبعا النيل بيجري مش في مصر بس ده جاي من وارا خانص وبيقف فين في مصر وطبعا هو اطول نهر في العالم طيب الدول بقى اللي بيمر فيها نهر النيل اهي دي كلها مصر من ضمنهم اهو ها رواندا وتنزانيا والسودان جنوب السودان اوغاندا اسيوبيا الكونغو بورتندي كينيا طبعا وفي ايه اه لو في اسماءهم بالانجليزي طبعا فاحنا لو قعدنا اسماءهم بالانجليزي هيبقى صعب احنا يا دوب بس نعرف ايه اه يعني هم كم دولة وفين بالزبط كمان يعني جنبينة والبعيد وطبعا كده يبقوا كلهم في قارة افريقيا بنسميهم على بعد كده دول حوض النيل دول حوض النيل تمام هم حداشر دولة عشرة غير مصر حداشر دولة عشرة غير مصر كل الدول دي بيمر فيها نهر النيل تمام طيب اداني معلومة جديدة بقى بيقول لي هو انت تعرف انت متعرفش ان في دولة اسمها رومانيا ولها عاصمة اسمها عاصمة القطط طبعا العاصمة دي اللي اللي هي بخارست بيقولوا عليها كده تمام العاصمة دي بيقول لي فيها عدد القطط اربع اضعاف عدد البشر اللي هناك تمام يبقى عاصمة للعالم للقطط في رومانيا فيها اربع اضعاف لايه البشر فبيدبسوا القطط كده بقى ويزبطوها وخلوها حاجة جميلة ويربوها كده بالشكل ده يعني عندهم فهي دي ايه هي دي العاصمة اللي بيتكلم عنها اداني معلومة يعني كده وخلاص يعني معلومة عادية يعني طيب دي بقى صورة الاماكن اللي احنا برضو وضحناها وحنا بنتكلم عن المنهج او الحاجة السيدي اللي هي المدينة وبقى عارف بقى المدينة دي اللي هي ايه يقول لي مسلا فيها مناسل فيها مسلا مصانع يعني الاماكن اللي فيها يعني تمام طيب تاني حاجة ده مبنى اه مبنى في مساكن في عمل في شغل كده اه ده بقى نهر النيل نقول له نهره عموما دي بقى صورة اشجار كده وغابة نقول له بقى ايه فورست فورست يعني غابة احنا كده بناخد من الاماكن اللي فوق يعني دي صحراء بقى فهنقول له ايه الصحراء طب دي بقى اه دي مباني كده وبتاع دي بقى دي قارية اللي هي القارية طيب دي بقى ايه يعني واحة وده بقى مبنى عالي في الصحراء كده بنقول له ده اللي هو ايه الجبل طيب بالنسبة ليه الاماكن دي عايزين نعلم كل مكان بحاجة عشان بنعرف هنشتغل عليه ازاي يعني مسلا نقول له مسلا فيها فيها اه ضوضاء وفيها دوشة وفيها منازل ايوة طبعا اه المبنى ده نقول له مسلا اه الناس منكم تعيش فيه او تعمل النهر ده منكم الناس سيل تبحر فيه ممكن من الناس برضو تصطاد فيش تمسك منه سمك كده الغابة دي بقى منكم نقول له ايه مليانة بالايه بالاشجار فيها اشجار كتيرة طب احنا ليه بنعمل كده عشان هو لو جاب لي سؤال مسلا هو قال لي نقط المكان ده هذا فيها اشجار كتيرة اقول له بقى نهر ولا مبنى ولا فورست يبقى فورست على طول فانا بدي لك علامة لكل مكان تعرفه لي بها ديزارت الصحراء ممكن يقول لي ساند مكان فيه رملة او مكان يعني جاف ما فيهوش مية يبقى عارف على طول ان دي ديزارت الصحراء الفيليج القرية بقى ممكن يقول لي مكان هادي اه كالم هادئ وفيه فيه هوا طبيعي يبقى ده كده بتكلم عن الفيليج القرية جنب النيل وهكذا طيب الواحة بقى دي الناس بتزرع فيها وفي اغلب الاحيان بيبقى فيها بلح وايه اللي هو النخيل وكده واحة الواحة ديه منطقة في الصحراء وبقى فيها مياه جوفية يعني طيب الماونتيني الجابل ده حاجة هاي عالية بقى عالية ايه بقى عرفت الجابل ان هو ايه عالي تمام طيب هنا بقى بيقول لي بقى ايه خمن عايزين نعرف الناس اللي اللي عايشين في المنطقة القطبية الجنوبية اللي هي زي كده شايفين التلج عامل ازاي فيها عايشين ازاي او الناس اللي عايشين في الصحراء بيعيشوا ازاي طبعا هنقول له بص بالنسبة للناس اللي هنا اللي هما مع الدب القطب اللي احنا خدناه في العلوم في الترم الاول دول الناس دول بيعيشوا في حاجة اسمها اللي هو ايه الكوخ ده الكوخ اللي انتو شايفينه بالتلج ده عشان ما يخشوش البرد والحاجات دي بيبقى مبني هناك بالشكل ده تمام اسمه ايجلو اما الناس اللي عايشة في الديزارتس السحاري دي بتعيش في تنت خيمة عادية بيعمل خيمة ويعيش تمام طيب خد معلومة هي النيل is home for different kind of fish. النيل يعتبر آآ موطن لانواع مختلفة من الاسماك وكمان الطيور طبعا لو مسكنا الاسماك هنشوف الاسماك كده النيل مليان اسماك نهرية واسماك كتيرة وحاجات جميلة خالص فيه طيب بيردس طيور آآ كمان فيه طيور كتير بتبقى على ضفاف النيل طب سحالي ايوا دي السحال النيلية بتبقى عايشة في النيل السحالي. كوكب طبعا واحد من من اكبر آآ زواحف الكوكب استخدم الصفة زاد اي اي سي دي بتاع الترمي الاول اهي. ولو بتاول استخدناها بتاعت الزواحب. تمسح النيل اللي هو ده. بيقولي تمسح النيل ده. بيعيش في النيل. تقدر تخمل لنا كم طوله? قال لي تراوح من تلاتة ونص متر ليه اربعة ونص. من تلاتة ونص لاربعة ونص. ابقى عارف يعني ايه طوله قد ايه لان هو ايه عايزني ابحس عن الحاجات دي عن نت واعرفها يعني. تمام? طيب ده بالنسبة لي الدرس الاول. اما الدرس التاني احنا مش هنطول عليكم هنبسط لكم حاجة حاجة كده. طبعا دي كلمات على الدرس الاول والتاني مع بعض. هنسيب لكم المذكرة اسفل الفيديو تحملوها. وهنعمل كمان امتحان الكتروني. علشان اه الناس تتدرب برضو على درس درس ازاي ما احنا عارفين. اه هنا طبعا جايب كلمات الدرسين على بعض. ان شاء الله هنشرح الدرس التاني على طول بازن الله قريب خالص. اه جايب طبعا الحاجات اللي احنا قرناها معلومات عن النيل بقى وهل تعلم وجايب شوية تمرين كده وعايزك تحلهم على نفس الطريقة ومعلومة النيل اطول النهر في العالم وبيمشي في مصر بمسافة ستمية مسلا او ستة الاف ستمية او آآ او ستة الاف خمسمية وكم متر في مصر يعني. وكده يعني وعايزك تعرف بقى ايه مساحته عموما كله كده. فطبعا هسيب لكم انا المذكرة دي عشان الولاد يحفظوا منها جزئية الكلمات دي. في نفس الوقت امتحان الالكتروني اسفل الفيديو. وتحميل شوية حاجات تانية هتفيدكم. آآ زي كتاب كتب العربي. كتاب بكار. زي كتاب الاستاذ في الرياضة. حاجات زي كده. سفى لكم في الرابط. يلا بالتوفيق لجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.